الخارجية الأمريكية أعلنت أنها ستراجع سياستها وتقيم الوضع فيما يخص صد النهضة بيقولوا إحنا بندرس للولايات المتحدة الأمريكية الإدارة الجديدة تقوم بدراسة ملف صد النهضة بعناية حتى تكون على بينة من الموقف المستقبلي للإدارة الأمريكية وأبلغت الإدارة الأمريكية الجانب الإثيوب أن القرار الأمريكي السابق بتعليق المعونات والمساعدات الأمريكية لإثيوبيا بسبب موقف إثيوبيا من صد النهضة ده قرار فيه تعديل وهو إيه إحنا هنمنعين عنكم الفلوس المساعدات إحنا قلناكم قبل كده عشان إيه عشان صد النهضة قالوا آه قالوا إحنا بنقولكم إحنا لغينا المعونة أو أجلناها أو جمدناها مش عشان صد النهضة وبس لأ علشان حاجات تاني بس مش عشان صد النهضة يعني إيه يعني أمريكا بتبلغ إثيوبيا إحنا كنا قبل كده وقفنا الفلوس اللي بندهالكم عشان موقفكم من صد النهضة لا إحنا موضوع ده خلاص اتلغى بس مش هديك الفلوس ليه يا عم؟ قال له عشان اللي انت بتعمله في التجارية وأشياء أخرى يبقى الولايات المتحدة الأمريكية ترسل وتبلغ الإدارة الإثيوبية بأن وقف المعونات الأمريكية لإثيوبيا كان فيما مضى بسبب موقف إثيوبيا من صد النهضة الإدارة الحالية بتقول لهم لا مش عشان صد النهضة علشان حاجات تانية منها موقف إثيوبيا من التجارية وأمريكا بتقول خارجيال أمريكا بتقول كمان إحنا بنؤكد أننا بصدد دراسة وتقييم الوضع فيما يخص صد النهضة لمعرفة تحرك الإدارة الأمريكية والمشاركة فيه خلال المرحلة القادمة المبلغ اللي متعلق 272 مليون دولار ترجمة نانسي قنقر